الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعزاء المستمعين وقفت بكم فيما مضى على ألوان التوحيد توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات فإن كنا قد أشرنا إلى أنواع التوحيد هذه فلابد أن نقف بكم على ما يضاد هذا التوحيد وكلمة يضاد هذا التوحيد أي ما يعكسه في حياة المرء المسلم فما يضاد التوحيد بالفطرات كتدرك أنه الشرك فما المقصود بالشرك وما هي مخاطره وكذلك ما هي أقسامه أمور سنقف عليها في الشريحة التالية أما عن تعريف الشرك وبيان حقيقته وكذلك خطورة الشرك وكذلك أقسام الشرك وأيضا نقف بك على أهم الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ونبدأ بإبراز هذه النقاط الأربع في هذه العجالة المسألة الأولى تعريف الشرك وبيان حقيقته ما المقصود بالشرك من حيث اللغة؟ الشرك في اللغة من شركة تفيد المشاركة في الشيء يقال شرك واشترك اشترك فلان مع فلان أي شاركه في مسألة ما هذا من حيث التعريف اللغوي وهذه الكلمة تشير إلى أن العبد ما دام قد اشترك مع إنسان آخر في قضية ما فهذا معنى أنه أشرك مع الله عز وجل كذلك إذا أطلقنا كلمة الشرك على ما يضاد التوحيد أما تعريفه من إصطلاح فهو أن تجعل لله عدلا في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد كأن تجعل لله عدلا يعني أن تعدل مع الله أن تشاركه في اللفظ تقول أعبد كذا وكذا أو أن تقول أفعل كذا وكذا أو أراد الله كذا وأراد الله وأراد فلان كذا مشاركة في اللفظ ومشاركة في القصد أي أن تقصد أن لله ند وشريك أو أن تعتقد بداخلك أن مع الله شريك هذا هو المقصود الإصطلاحي لكلمة الشرك فما حقيقة شرك لا تتضح التعريفات الإصطلاحية واللغوية إلا بإبراز حقيقة الشرك عملا انظر الشرك بالله يتناول الشرك في الربوبية الشرك في الألوهية الشرك في الأسماء والصفات ما معنى هذا؟ معنى أن من اعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المعين لكن معه مشرك لكن معه إله آخر فهو بذلك أي العابد يكون قد أشرك مع ربه ومن اعتقد أن الله تبارك وتعالى لا ينفرد بخلق الكون وأن له آلهة أو أن للكون آلهة أخرى فبذلك يكون قد أشرك مع الله في ألوهيته وكذلك من اعتقد أن لله أسماء هذه الأسماء يشاركه معه أحدا أحد سواه هكذا يكون قد أشرك في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا والتوحيد لا يكتمل إلا بالثلاثة أي توحيد الله عز وجل بأن تؤمن أن الله واحد وأنه رب وأنه له أسماء حسنى وصفات عليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك يقول تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك لابن مسعود رضي الله عنه عندما سأله يا رسول الله أي الذنب أعظم فقال النبي أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي شريك ما هي خطورة الشرك وهذه المسألة الثالثة خطورة الشرك أحبة الكرام تكمن في النقاط التالية أولا الشرك الأكبر أعظم الظلم وأكبر الكبائر فمن ارتكب الشرك الأكبر كان ظالما لنفسه وظالما لربه وكان مرتكبا لكبيرة جعل الله عز وجل عقوبتها شديدة وهذا هو الخطر الثاني حيث إن الله تبارك وتعالى قد جعل الخلود في النار لمن يشرك معه في العبادة سواه أيضا الله تبارك وتعالى قد جعل الشرك الأكبر محبط للعمل فمن ملك مالا أو جاها أو سلطانا أو تقدم إلى الله عز وجل بخير فما دام لا يوحد الله فإن هذا الذي تقدم به إلى ربه لا يغني منعه فتيلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فمهما تقدم العبد إلى ربه بالخير لكنه يشرك معه سواه فإن أعماله محبطة وأيضا من خطورة الشرك أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لصاحبه إلا بتوبة كما أشار في آيات سورة النساء أيضا هذه نقاط كثيرة في إبراز مخاطر الشرك لكن نكتفي بهذا القدر حتى لا يتسع الأمر ولا بد أن تعم الفائدة